بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلاب ان شاء الله نبتدي مع بعض الجزء التاني من الفاصل السابع لمقرر النظم بالمعادل جاء الدقيقة. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن التركيب الرئيسي للمايكرو كونترولر او الهيئة اللي عامل المايكرو كونترولر. الشكل اللي بقى عامل ازاي. تعال نشوف مع بعض يا جماعة. يعني ايه مايكرو كونترولر. يعني ايه متحكمات دقيقة. طيب احنا اتفقنا الجزء اللي فات. ان الاجزاء الاساسية في الحاسب الالي هم كم جزء ثلاث اجزاء اساسية. الول بروسسور مش كده? وايه كمان? ها ورافو عليك صح? والميموري ومين كمان يا جماعة? والانبوت اوبوت صحي كده. هم الثلاثة اجزاء الاساسية. بيقولك ايه بقى? بقولك تخيل لو الثلاثة اجزاء الاساسية دول كلهم واقوموا على تشب واحدة. ايه اللي ممكن يحصل? تفتكر ايه اللي ممكن يحصل? فكر كده? مظبوط صح? السرعة ممكن تزيد. مش كده? اه. لما يكونوا التحكم كلهم على جزء واحد في الشب واحدة ممكن السرعة معايا تزيد. سرعة ايه? سرعة نقل البيانات. صح? طيب. وممكن بعد كده نستخدمهم بقى في عمليات برمجية وعمليات للتحكم في ايه? ماشينز في آلات وا 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 متعددة جدا. ازا فكرة المتحكمات ايه بقى جماعة? فكرتها ان احنا نحط كل من الممري والسي بيو والانبوت او بوت كلهم على نفس الشب. حال شب واحدة. ازا في الحالة دي اقدر اخد وظائف متعددة منها. طيب نشوف مع بعض بقول لك ايه? اسنشالي ايه? او الماكرو الكنترول الجماعة هو ايه? اسنشالي ماكرو بروسسور مش كده? اه. ماكرو بروسسور و ايه يا جماعة? ويز اون اتشب ممرز اند انبوت او بو الدفايسس. اه شايف معايا? اه. ماكرو بروسسسور. ويز اون اتشب ممرز اند انبوت او بوت. يعني كل دول على مين? ها? على تشب واحدة. طيب. design for specific function. يعني ايه? ها? مو ايه? لغرض محدد يتم تصنعه لغرض محدد. ممكن يكون لكنترول لمشين لقلة محددة. سواء ذات اغراض مخصصة. طيب. all in one solution reduction in تشب كونت. وكلها موجودة فين? اه في تشب واحدة فقط. اذا تخيل بقى الصيز هيكون هعمل ازاي الفيزيكال صيز. والباور هيكون عامل ازاي? واكد هيبقى في reduce to the cost. في اجزامبل طبعا اللي هو المسي 68332 والمسي 68HC11 وبي بي ها? C555 دول كلهم اجزامبلز لمايكرو كنترولرز. طيب. بنقول بقى more details of components later. يعني احنا بعد كده هنعرف ان فيه components تانية ملحقة بالمايكرو كنترولر لكن نحن الثلاثة الاساسية نحن اتفقنا عليهم هم مين هم الثلاثة احنا قلناه الميموري والانبوت اوبوت. طيب هل ممكن يبقى فيه كومبونت تانية قالك او ممكن. زي. انالوكتو ديجز الكونفيرتر تيمبريتشار سينسورز كومنيكيشنز تايمينج سيركيتس وايه وبعض المكونات الاخرى هنشوفها بالتبصيل فيما بعد. طيب نشوف مع بعض. طيب احنا ليه بندرس بقى المايكرو كنترول. بقولك علشان نعمل ايه. عشان نعمل build useful applications. نعمل تطبيقات مفيدة. practice programming and debugging skills. ننمي مهاراتنا في عمليات البرمجة وعمليات اكتشاف الاخطاء. وكمان understand the inside of الكمبيوتر ونفهم فاهم جيد وكويس لمحتويات الكمبيوتر من الجو بقولك ايه بقى يا جماعة. اتبايب زي زاوي يعني بيمهد الطريق. to learning computer design عشان ايه. بتعرف الدزاين وتتعلم الدزاين من جوه. وكذلك الoperating system والcompiler والimbedded system والsecret and other topics اذا. المايكرو الكنترول يا شباب هو تمهيد لطريقك نحو بقى ايه معرفة اجزاء الكمبيوتر بتفصيليا من جوه. وايه. وازاي بتفاعل مع الoperating system والمتحكمات والcompiler والمترجمات والانظمة المضمنة والsecure والامان والحماية كل دول مهمين جدا اثناء. ايه. ما احنا بنشتغل مع المايكرو الكنترول وعشان كده احنا بنضلس المايكرو الكنترول. اذا. مايكرو الكنترولرز have everything in اتيبك الكمبيوتر. وفيها كل حاجة في الكمبيوتر الواحد. يعني تخيل كده شب. فيها كل حاجة. فيها cpu وممر وانبوت او بتقوبت كلها موجودة على الشب واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.